كنا تكلمنا عن المصفوفة التي هي خمسة الخارطة أي الخارطة بدأنا بقضية معادلة التشخيص القيامي نقاط الخمس معرفة السلوك الخاطئ ثم القيمة التي خلفها القيمة ثم بعد ذلك الفجوة ثم القيمة الصحيحة أو القيمة الإيجابية السلوك الإيجابي المصلوب ثم القيمة بالضبط نعم صحيح النقطة الثانية هي مراعاة المرحلة العمرية كما ذكرت قبل نعم جميلة وهذا مهم جدا وحنذكر مثال بعد قليل تطبيقي الجميل وبإذن الله أنه يعني يكون واضح جدا تمام اللي عمره ثلاث سنين وزي لعمره تسع سنين لا شاء ولتسع سنين وزي 12 سنة صحيح يختلف وحنشو حنرى بعد قليل النقطة الثالثة حتى لا نأخذ وقتا طويلا هي جانب الخصائص لكل مرحلة من المراحل العمرية خصائص معينة نعم وافردت كخلاصة سريعة نقولها في الثمان خصائص المعروفة تماما أيها للإنسان في مراحل عمره خصائص خليسميها للفئة العمرية نعم الخصائص الجسمية الفيسيولوجية النمو الحركي الجانب الحسي العقلي الاجتماعي الانفعالي تمام الخلقي وجانب اللغوي كل هذه الخصائص الثمان التي حصرها أهل 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 العلم في هذا الجانب قالوا لابد لابد ممن يغرس ويعزز القيم أن يحرص على هذه الخصائص يحرص على هذه الخصائص تمام يعني مثلا في النمو الانفعالي الطفل اللي عنده في مرحلة الطفول المتوسطة نحن نقول الطفول المتوسطة من كم لكم من ستة إلى تسعة تشوف عنده جانب الغيرة مثلا تمام الغيرة إذا واحد أخذ لعبتها أو أخذ مثلا ربما شيء يمتلك عنده جانب جانب مثلا الغيرة تمام مثلا الطفولة المتأخرة يكون عنده جانب الخوف طيب طفول فكل شيء كل مرحلة لها إيش مراحل جانب الحسي مثلا تجد اللي في مرحلة طفول المتوسطة من تسعة أو من ستة إلى تسعة يدرك أن هذا الصيف أو اللي فيه شتاء أو فيه إحنا خريف أو ربيع يمكن ثلاث سنوات أو أقل في طفولة مبكرة قد لا يدرك ويدركها بس مش بالشكل اللي فعلا يلامس حسه تجد مثلا الطفل اللي عمره ثمان تسعة سنوات اللي طلع قالت اليوم برد يا يبا زين ما السنة التي قبلها إذن مراعاة هذه الجوانب نقطة حقيقة مهمة في ما أسميناه وإحنا خارطة طريق غرس القيم اللي هي الجوانب النقاط الثمان نعم ننتقل للبعدها نعم نقطة التي بعدها هي تتعلق بمراعاة المكونات الثلاثة التي ذكرناها والتي علق عليها أيضا دكتور سالم مشكورا هنا جانب المعرفي المهاري جانب السلوكي جانب الوجداني النفسي والجانب السلوكي تمام اللي في التصرفات ثم ننطلق إلى ما قبل الأخير وهي تحديد ماذا؟ تحديد المجال تحديد المجال القيمي وقبل أن نتحدث عن المجال القيمي مهم جدا أيضا من المربي أن يستحضر في هذه اللحظة تماما بعد ما يستحضر المكونات الثلاث ويعطيها حقها كل مكون في أثناء عملية غرس وتعزيز القيم أن يستحضر ماذا؟ يستحضر استراتيجيات أو أساليب غرس القيم بعض المربين يسميها الساليب بعضهم يسميها استراتيجيات جميل وعندما نتحدث عن استراتيجيات كما ذكر أحد المربين حقيقة في أحد المراجع التي حضرت فيها هذا الموضوع هي دعنا نقول وهي في ديننا العظيم ديننا الإسلامي العظيم كتاب الله تبارك وتعالى هذا أول مصدر لا شك من مصادر التربية ولا نختلف على هذا الدستور رقم الثنين السيرة النبوية سيرة النبي الله صلى الله عليه وسلم رقم ثلاثة الأمور التربوية اللي دعنا نقول العامة المعروفة نأخذ مثال في كتاب الله عز وجل كما ذكرنا يمكن في معرض حديثنا في الحلقة الحوار الكتاب الله تبارك وتعالى مديئ بالحوارات جميل تماماً بين مختلف أطراف جانب ضرب الأمثال مثلاً القصص القصص الأمثال في السيرة النبوية الترغيب والترهيب تمام جانب مثلاً التوجيه والموعظة الحسنة جانب مثلاً صارت في مواقف معينة أن يبي الله صلى الله عليه وسلم يوظف هذا الموقف في جانب ماذا؟ في جانب النهي عن بعض الأشياء القيم لربما سلبية وأخيراً الأمور التربوية العامة مثل تعزيز جانب المحاكاة جانب تمثيل الأدوار جانب الألعاب التربوية هذه أمور يعني أمور تربوية عامة وهيضاً لها لها دور حقيقة في جانب غرس خليني نقول غرس غرس القيم اللي تحدثنا أخي العزيز عنه شكراً لكم